سالعين للأجد والعليا مجدي لطالب السماء وارفعي الضفاق أفضر يعمل النور المفرقر أجدي الله أفضر يا موطني موطني حتى مفر المسلمين حاش الملك للعلم والوطن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم بكل خير سوف أكون معكم في مادة الرياضيات المستوى السادس الفصلي للصف الثالث ثانوي طبيعي للفصل الدراسي الثاني لعام 1440-1401 موضوع درسنا لهذا اليوم المساحة تحت المنحنى والنظرية الأساسية في التفاضل والتكامل مقدمة أقولكم محمد ناصر أسبعي أهدافنا في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتطرق إلى أن يتذكر الطالب إيجاد المساحة تحت المنحنى وأن يتذكر الطالب النظرية الأساسية للتفاضل والتكامل نتذكر أنه وإياكم صفحة 167 قانون أو مجموع ريمن الأيمن أو صيغته بالشكل هذا هي عبارة عن لمثل ما الان تقول إلى ما لنهاية المجموع يعني السيغمة هذا من I تساوي 1 إلى N FI ضرب DX أو المتغير X خلونا ناخذ مثال ونطبق عليه مجموع ريمن الأيمن ونشوف كيف نوجد مساحة أو المساحة المحصورة بين المحور X والمنحنى والفترة الموجودة عندنا في هذا السؤال استعمل النهايات لإيجاد مساحة المنطقة المحصورة بين المنحنى Y تساوي 2X تربيع والمحور X والفترة من 0 إلى 2 حتى نستطيع تطبيق مجموع ريمن الأيمن لازم نجد أو نكتب قانونه اكتب القانون مباشرة ريمن يقول من A إلى B F X DX هذا تكامل يساوي limit لما الـ N تقول إلى ما لنهاية مجموع الـ F XI ΔX والـ I تبدأ من الواحد إلى الـ N هذا هو قاعدة أو صيغة مجموع ريمن لحل هذا السؤال علي إيجاد الـ DX أو الدلتا X هذه ونبغى نجيب الـ XI إذا أنا وجدت المتغيرين هذه خلاص نقدر نعوض في صيغة مجموع ريمن ونوجد الناتجة طيب أول شي نجيب دلتا X من القانون موجودة عندي دلتا X تساوي B ناقص A على N الـ B كم عندي هنا؟ تلاحظونها الفترة العليا اللي هي كم 2 والدنيا كم 0 للفترة إذا نقدر نقول 2 ناقص 0 على N تساوي 2 على N إذا هذه الدلتا X طيب الـ XI كيف أجيبها؟ لها قاعدة موجودة عندي في الصيغة هذه اللي هي هذه ماذا تقول؟ XI تساوي A الحد الأدنى زايد I في دلتا X اللي هي كم هنا؟ 0 زايد I الدلتا X جبناها كم؟ 2 على N يعني تساوي في النهاية 2I على N إذا هذه الدلتا XI عوضوا بها في القانون قانون أو صيغة ريمان ويش يصير؟ أنا عندي لمت لما الـ N تقول إلى ما لنهاية مجموع لما الآي تساوي 1 إلى N FI XI عندي كم تساوي هنا؟ 2 على N نعوض بها في المعادلة المعادلة الرئيسية هنا هذه المعادلة الرئيسية نعوض بها فيها ويش نقول؟ 2 هذه موجودة بدالة X بنحط XI XI كم تساوي 2I على N الكل تربية دلتا X كم الدلتا X جبناها؟ هذه هي عوضوا بها تصير إيش؟ في 2 على N هذه الصيغة الآن بسط هذه الصيغة ونوجد النهاية لها لمثل ما الـ N تقول إلى ما لنهاية لاحظوا لو فكنا القوس الأول مجموع من الـ I تساوي 1 إلى الـ N فك القوس واضربها في العداد بيطلع معي العدد هذا 2 في 4 في 2 بـ 16 لو فكنا على قوس لاحظوا 16I تربيع على والـ N في الـ N الـ N هذه بتصير N تربيع واضربها في الـ N بتصير N تكعي والـ 16 كيف جاءت؟ 2 تربيع هنا بـ 4 و 4 في 2 في الأول في الأخير بـ 16I تربيع على N تكعي طيب هذه تساوي لما الـ N تقول إلى ما لنهاية الـ 16 العدد هذا ليس له علاقة في المجموع لأن المجموع يعتمد على إيش؟ على الـ I إذا نطلع برا المجموع نقول 16 على N تكعي مجموع I تربيع I تربيع عندنا لها قيمة موجودة في الكتاب اللي هي مجموعة لـ I تربيع تساوي نعوض بدالها بقيمتها limit لما الـ N تقول إلى ما لنهاية 16 على N تكعيب تساوي هذه لها قيمة لما الـ I تبدأ من 1 إلى N تساوي قوس N في N زايد 1 في N في 2N زايد 1 على 6 إذن هذه قيمة هذا المقدار اللي هو مجموع أو Sigma I تربيع تساوي هذا القيمة طيب نبغى نبسط هذه القيمة أو نفك الأقواس ونختصر إذا فيه اختصار بعدين نجيب النهاية هذا يساوي الـ N لاحظوا معي هنا الـ N في واحدة هنا خارج القوس أقدر أختصرها مع واحدة من الاتحت كم يبقى N تربيع ونقدر نفك الأقواس الآن يبقى 16 على N تربيع اختصرنا واحدة فك القوس هذا أضرب القوس الأول في القوس الثاني كم يطلع بيطلع عندي 2N في N بـ 2N تربيع زايد N خلصنا الـ N نضرب الواحد في الثاني لا يتغير بيبقى زي ما هو يبقى 2N زايد 1 على 6 اختصروا إذا فيه اختصارات الآن بنختصر تلاحظون الـ 6 هذه باختصرها مع 16 على 2 هذه بتصير ثمانية وهذه بتصير كام ثلاثة يبقى الناتج هنا بيكون فيه بداية لازم تكون تبدأ بيش بالليمت لمت لما الـ N تقولي لما لا نهاية تساوي لمت لما الـ N تقولي لما لا نهاية ثمانية على 6 أو على ثلاثة قوس اثنين N تربيع زايد ثلاثة N زايد واحد على N تربيع مرة علينا في دروس سابقة إذا كانت النهاية تروح المال نهاية ويتساوي درجة البسط مع درجة المقام يعني أعلى درجة في البسط كم اثنين وعلى درجة في المقام اثنين كم يساوي هذا المقدار إذا كانت تساوي درجة البسط مع درجة المقام هذا ناخذ معامل البسط على معامل المقام هذا يساوي نعوض بالنهاية هنا موجود ثلاثة ثمانية على ثلاثة قوس هذا يدخل النهاية عليه يطلع لي يطلع لي اللي هو معامل أكبر أصف البسط على معامل أكبر أصف المقام اللي هو اثنين على كم على واحد لأنها درجة البسط يساوي درجة المقام يساوي ستعش على ثلاثة وحدة مربعة إذن هذه طريقة إيجاد مساحة تحت المنحنة محدودة بين المحور اكس والفترة والمنحنة بقاعدة وبصيغة مجموعة لمن الأيمن ننتقل ننتقل الآن إلى قواعد الدالة الأصلية اللي هي قاعدة القوة وقاعدة ضبق دالة وقاعدة المجموع والفرق خلونا أخذها مثلا ونطبق على هذه القواعد قواعد الدوال الأصلية أو جد جميع الدوال الأصلية لكل دالة بما يتمنى لو لاحظتوا Fx تساوي 4x والسبعة هذه دالة نبغى نجيب الدالة الأصلية لها يرمز للدالة الأصلية بالرمز F تساوي تكامل هذه الدالة وتجيب الدالة الأصلية بالشكل هذا تقول 4x 7 زايد 1 على تقسم على نفس الأس 7 زايد 1 زايد C اللي هو الثابت هذه تساوي 4 ضرب x 8 على 8 زايد C بسطوها جيدة اختصر 8 مع 4 اطلع نص x 8 زايد C هاي طريقة تحل هذه او ايجاد الدالة الأصلية لهذا السؤال نشوف سؤال آخر الدالة عبارة عن بسط ومقام نفس الكلام نجيب اول شي نبسطها F X نبسط هذه الدالة نقدر نكتبها بالشكل كده 2 X S 4 طلع عن المقام البسط وغيرنا إشارة الأس الآن نجيب الدالة الأصلية F X طبق القاعدة مباشرة نضيف 1 للبسط ونقسم على الأس الجديد X سالب 4 زايد 1 على سالب 4 زايد 1 زايد C الثابت لأنه تكامل غير محدد أس ونقسم أس ونقسم سالب ثلاثة سالب ثلاثة على سالب ثلاثة زايد C نقدر F أحنين تروح تختصرها 4 X تربيع زايد 5 X زايد C وهذه طريقة في إجاد الدالة الأصلية لكثيرة حدود ننتقل الآن إلى التكامل غير المحدد وما هو رمز التكامل غير المحدد يرمز التكامل غير المحدد بالرمز هو يساوي الدالة الأصلية يخذناها قبل شوي الدالة الأصلية إذا طلب منك الدالة السلسية معناها أنه يطلب منك التكامل وهو يساوي F X D X نكامل بالنسبة للمتغير X هذا إذا كان المتغير X إذا كان المتغير مثلاً T الزمن نكامل بالنسبة للزمن وهكذا على حسب نوع السؤال دعونا ناخذ مثال على التكامل غير المحدد ونشوف بالصيغ كيف نوجده عندي المثال هذا عند قيام فني بإصلاح نافذة برج على ارتفاع 120 قدم سقطت محفظة نحو الأرض وتمثل بدالة في تي تساوي 32 تي سرعة المحفظة المتجهة اللحظية بالأقدام بعد تي ثاني من سقوطها المطلوب الأول يقول أوجد دالة موقع المحفظة بعد تي ثاني من سقوطها حتى نوجد موقع أو دالة الموقع من سقوط هذه المحفظة نجيب الست والست هنا هي تساوي التكامل للدالة اللي عندي في تي وبكاملها بالنسبة ليش للزمن تي أوجدوا التكامل هذا اللي هو التكامل غير المحدد يساوي تكامل سالب 32 تي دي تي لو كاملنا 32 زي أو جبنا الدالة الأصلية له بتصير هي السالب 32 تي تربيع على 2 نزيده للأس واحد ونقسم على الأس الجديد يعني صار هنا هذا الأس كامل واحد زودناه صار 2 على 2 زايد سي زايد سي نقدر نختصرها نقول المعادلة تساوي سالب 16 تي تربيع زايد سي هذه ليست المعادلة المطلوبة المعادلة المطلوبة لازم نتخلص منيش من السي تخلصوا من السي عندي معلومات في السؤال نستفيد منها كيف نوجد السي السي نوجدها بالطريقتين الآثية أو بطريقة واحدة أول شي عندي الارتفاع الابتدائي معطيني في السؤال اللي هو يساوي كم مية وعشرين قدم أو قدم ومعندي السرعة أو الزمن الابتدائي الزمن الابتدائي لأي شيء وشي الساوي الزمن الابتدائي لأي شيء ساوي كم صفر عوض بها في المعادلة مباشرة س تي اللي هي بنعوضها نشيء للس تي هنا كم نحط بدالها اللي هو السرعة أو الارتفاع الابتدائي بيصير مية وعشرين تساوي سالب 16 تي تربيع زايد سي طيب التي جبناها كم تساوي التي موجودة عندي التي اللي هو الزمن الابتدائي نمسح ذا نضع بدالها الزمن الابتدائي اللي هو كم صفر صفر تربيع طيب لو أنت خليت عدد صفر تربيع ضرب عدد بيصير تخلص من العدد هذا إذن كم بقت السي مية وعشرين تساوي سي إذن إننا أوجدنا الآن قيمة السي الآن نوجد الإجابة على هذا السؤال ما هي دالة الموقع المحفظة هي س تي تساوي سالب 16 تي تربيع زايد مية وعشرين هذه هي معادلة هذه السؤال معادلة هذا السؤال أو المعادلة موقع المحفظة لهذا السؤال طيب هذه الفقرة الأولى بالنسبة للسؤال طيب الفقرة الثانية يقول أوجد الزمن الذي تستغرقها المحفظة حتى تصل إلى سطح الأرض معنى أننا نوجد الزمن لازم نحل هذه المعادلة يعني نقول أن الس تي نساويها بكم صفر إذا سايت المعادلة بالصفر حل المعادلة هذه وأوجد قيمة التي وبشرط أن التي تكون موجبة إذن بيصير عندي السالب ستعاش تي تربيع زايد مئة وعشرين تساوي صهر السالب ستعاش تي تربيع تساوي سالب مئة وعشرين وأقسم على السالب السالب يروح مع السالب وأقسم على تي تربيع تساوي سبعة ونص يعني تي كم تساوي تي تساوي ثنين بوينت سبعة سكند تساوي ثنين خليت لاحظوا معيني خليت الجذر الموجب خليت الجذر الموجب لأن الزمن نحسبه بالموجة إذن طلعوا معي الزمن 2.7 وش معناه؟ هذا الزمن الذي تستغرقها المحفظة حتى تصل إلى سطح الأرض تحتاج 2.7 بالعشرة 2.7 بالعشرة هذه طريقة حل هذا السؤال الفكرة الأخرى التي تمر علىنا الآن هي النظرية الأساسية ومن أهم النظريات عندنا في التفاضل والتكامل لأن النظرية الأساسية في التفاضل والتكامل وهي إيجاد القيمة التكامل المحدد إيجاد قيمة التكامل المحدد إذا عرفنا الدالة الأصلية صيغاتها بالشكل كده مثلاً A إلى B تكامل A إلى B FxDx تساوي FB لاحظة F هنا وشين هي الدالة الأصلية ناقص F A اللي هي الدالة الأصلية يعني نعوض بالأعلى وبعدين نطرح منها الأدنى في الدالتين ونوجد الناتج وهذا نقدر نكتبه بعداً للشكل آخر اللي هو نقدر نكتبه Fx محدود من A إلى B A وال B هي الفترة الموجودة عندي في السؤال هذه نظرية أو النظرية الأساسية في التفاضل والتكامل خلونا نحل علىها الآن بعض الأمثلة نشوف حل بعض الأمثلة على هذه النظرية استعمل النظرية الأساسية في التفاضل والتكامل لحساب المساحة المنطقة المحصورة بين منحنة كل دالة لما ياتيه المحور على الفترة المعطاة يعني نقدر نجاوب هل نستطيع أن نستخدم النظرية الأساسية التفاضل والتكامل بدل صيغة مجموع ريماً نعم نستطيع لأن مجموع ريماً هو تكامل محدد له بداية وله نهاية وفترتين نفس الكلام هنا نقدر نستخدم النظرية الأساسية هذه الرسمة لو لاحظتم يوم هو الرسمة هذه التكامل لاحظ رمز التكامل من 1 إلى 3 هذا الأدنى أنسميها الأي وهذا الأعلى ب 4x تكعيب dx يقول أوجد التكامل لهذه الدالة لو عوض فيها خلونا نشوف رسمتها هذه هذه عبارة عن منحنة اللي هو 4x تكعيب هذا منحنة ودائماً التكامل يعطينا دائم مساحة يعطينا مساحة الأشياء المحدودة بين المنحنة وبين x front والفترة الموجودة يعطينا الفترة من 1 هنا إلى 3 إذن حدد لي 3 أشياء عشان أوجد المساحה لهذا الشكل حتى توجد المساحة لهذا الشكل نوجد أول شيء التكامل غير المحدد ونجيب c وبعدين نعوض أو نجيب التكامل المحدد إذن أوجد التكامل غير المحدد كيف نوجد مر علينا بدي العدد يعني ما نحط الفترة نقول 4x3dx هذه تساوي كم 4 x4 على 4 زايد c لحظة الاربعة بتروح مع الاربعة كم يبقى x4 زايد c هذا التكامل غير محدد طيب بس عندي c هذه c هذه لحظة فيما بعده فالحل الآن بتتلاشى إذا عوضنا بالأعلى والأدنى تتلاشى تلقائيا وبالتالي في المسائل القادمة إن شاء الله ما يحتاج نكتب السيفة التكامل المحدد طيب عوضوا بالأعلى في المحددة عوضوا في الأعلى لأنه بنجيباش f ثلاثة ناقص f اثنين أو ناقص f واحد اللي هو الأعلى ناقص الأدنى واحد لو عوضتوا بثلاثة في المعادلة هو ش يطرع ثلاثة أس أربعة زايد c هذا الأول ناقص عوضوا بالواحد واحد أس أربعة زايد س فكوا الأقواس واطرحوا العداد تشاهدوا كم يطلع معكم بيطلع هنا واحد وثمانين زايد س هنا ناقص واحد لأن الواحد أربعة بواحد ناقص لاحظتوا الآن الس ويش صار عليها تروح السي مع السي يساوي كم ثمانين إذن هذه المساحة الآن مساحة المنطقة المحصورة ثمانين وحدة مربع إذن هذا هو حل هذا السؤال إذن مساحة هذا الشكة ثمانين وحدة مربعة طريقة توجد التكامل غير المحددة اليوم أو الفترة هذه نجبت لكم بإيجاد السي لكن بعد شوي خلاص مدام السي تتلاشي فالتعويضات لا نضعها في الحل كما نحصل الآن التكاملات المحددة والتكاملات غير المحددة يعني لاحظوا تكامل محدد يعني لفترة تكامل غير محدد ليس له فترة ونشوف احسب كل تكامل المحددة هذا تكامل غير إيش محدد والسبب لا يوجد فترة ليس له فترة لا البداية ولا النهاية وبالتالي هذا تكامل غير محدد تكامل غير محدد كيف نجيب التكامل غير المحدد تساوي زي ما كنا نسوي تسعة إكس نزود للأس واحد يصير إيش إكس اثنين على اثنين ناقص إكس أس أربعة على أربعة زايد الثابت اللي هو سي هذا يصوي كم تسعة على اثنين إكس تربيع ناقص ربع إكس أربعة زايد سي إذن هذا هو التكامل المحدد طيب التكامل غير المحدد طيب التكامل المحدد لنبع ناخذ نفس السؤال ونشوف ونشوف الفرق بين لاحظة التكامل غير محدد عطاني معادلة في النهاية التكامل المحدد وش يعطيني عطيني قيمة اللي هي تعتبر مساحة هذا تكامل محدد لاحظوا معي عطاني بدأ اللي هو A والB اثنين ثلاثة كيف نجيبه بس تخدم النظريها الأساسية للتفاضل والتكامل في إيجاد هذا السؤال أكامل مباشرة لو كاملنا وش يصير هذا يساوي تسعة إكس تربيع أنا جايبها بالطرف الأيمن على اثنين ناقص إكس أس أربعة على إيش على أربعة هل أكتب سي لا ما يحتاج بلنا عرفنا أنها التلاشة من ثنين إلى كام إلى ثلاثة يعني حدثت على الفترة من ثنين إلى ثلاثة الآن أوجد الـ F ثلاثة ووجد الـ F ثلاثة يعني عوض مرة بثلاثة وأطرح منها الـ F ثلاثة طيب نفتح قوس عوضوا بس ثلاثة تسعة ثلاثة تربيع على ثنين ناقص ثلاثة أس أربعة على أربعة هذا خلصنا الثلاثة نجي نطرح منها إيش؟ الثنين نقول تسعة اثنين تربيع على اثنين ناقص اثنين أس أربعة على أربعة ولو وجدتوا الناتج مباشرة بالآلة استخدموا الآلة في إيجاد هذا وانتبهونكم هنا بتفكون إيش؟ القوس هذا بتضربون في سالب إذن بيطلع معي الناتج النهائي أه توقع خلني حسب بالآلة طلع ستة بوينت خمسة وعشرين إذن يطلع ستة بوينت خمسة وعشرين لاحظوا طلع معي إيش؟ عدد طلع معي عدد وهنا طلع معادلة إذن هذا الفرق بين التكامل المحدد والتكامل غير هذا تكامل تكامل محدد نطبق عليها النظرية الأشاسية في التفاضل والتكامل ننتقل لمثال آخر وفكرة أخرى آآ يعطي الشغل اللازم لشد نابض ما مسافته نص ميل أو من موضعها الطبيعي بالتكامل هذا اللي هو من صفر إلى نص ثلاثمائة وستين اكس دي اكس ما قيمة الشغل اللازم لشد النابض مقيسا بوحدة إيش الجود طيب هو مدام عطاني الشغل بالتكامل أو جد التكامل هذا كاملوا هذا السؤال يعني هم عطيني من صفر إلى كم نص ثلاثمائة وستين اكس دي اكس كيف أكاملها هذه تساوي ثلاثمائة وستين اكس تربيع على اثنين من صفر إلى كم إلى نص الثنين هذي بتطير ثلاثمائة وستين كم يبقى مية وثمانين اكس تربيع من صفر إلى نص عاوضوا الآن بعلى الشيء وشا على الشيء عندي اللي هو النص نقول ليش مية وثمانين نص تربيع ناقص مية وثمانين لا أدنا وش إنه صفر تربيع هذا لاحظونه بتلاشة مباشرة لأنه مضرب في الصفر النص لو ربعت بتصير ربع ومية وثمانين كم ربعها اللي هو كم خمسة واربعي إذن هذا قيمة هذا السؤال قيمة السؤال الثاني اللي هو نفس هذا لاحظوا معي على عجالة أنتوا حلوه بس بعطيكم الفكرة نفس الفكرة بس تغيرت عندي إيش الفترة صارت من كم من صفر إلى فاصلة سبعة حلوا هذا السؤال نفس الفكرة نفس الطريقة بس غيروا في التعويض بيصير إيش بس لاحظوا هنا العداد تغيرت هنا أربعمية وكم وستة وسبعين هنا كم كان ثلاثمية وستين فقط الفكرة في عملية تغيير الأرقام ننتقل لفكرة أخرى وهو سؤال عندكم في الاختبار الفصل في نفس الكتاب موجود صفحة مية وخمس وثمانين فكرة السؤال هذا أنه عطاني منحنيين منحنة أعلى هذا أعلى وهذا منحنة إيش أسفل وقال جب المساحة بين الأعلى والأسفل ومعطيني فترة بين الثنين وكم والأربعة في هذا التكامل إذا كان عندي منحنيين أطرح التكاملين من بعض يعني في حل هذا السؤال كيف بيصير أنا أوجد المساحة المحصورة هذه المساحة المحصورة عندي من ثنين لكم إلى أربعة من ثنين لأربعة وش الدالة العليا الدالة العليا اللي هي X S ثلاثة على ثلاثة أطرح منها الدالة الدنيا اللي هي السفلة اللي هي كام X تربيع على أربعة على أربعة كلها D X كامل هذه الدالة ووجد قيمة الدالة المحددة سوف تجد الناتج لهذه الدالة لو حلناها بشكل سريع ونبنى نختار الإجابة الصحيحة وين هي كاملها بتطلع عندي X S أربعة على ثلاثة على اثنى عشر ناقص X S ثلاثة على اثنى عشر كيف جئت اثنى عشر لأن هذه بزودها واحد بتصير أربعة لأن هذه بتصير أربعة إذا زودت وضربها في الثلاثة تطلع اثنى عشر من كامل كامل من اثنين إلى أربعة لحظة المقام مواحد أقدر أخليها مقام واحد اثنى عشر تصير X S أربعة ناقص X S ثلاثة من اثنين إلى أربعة وعوضوا هنا بالأربعة بتصير ايش أربعة S أربعة على ثلاثة ناقص أربعة S ثلاثة على ثلاثة قوس ناقص القوس الثاني هي يصير 2 S أربعة على ثلاثة ناقص 2 S ثلاثة على ثلاثة أو الثلاثة تكون مقام واحد زي ما خذنا إذا بغيت أنا حلتها بالولة هذه وأنت إذا بحلتها بالثاني صح 12 وك كلها صحيحة لو طلعت الناتج بالآلة استخدمت الآلة وطلعت الناتج بيطلع معي 15.33 اللي هو الاختيار كم رقمه الاختيار رقم C هذه فكرة هذا السؤال اللي أنا أعطاني منحنيين وحلت لكم بشكل كذا قلت الأعلى ناقص الأسفل لأني أجيب منطقة محصورة بينهم في الختام وفي ختام مراجعتنا لهذا الفصل الدراسي الثاني أتمنى لكم التوفيق وأذكركم بما خذنا في هذا الحصة المساحة تحت المنحنة أخذناها استخدمنا مجموعة ريمن الأيمن اللي هو هذا وجبنا التكامل غير المحدد وعرفنا رمز التكامل غير المحدد يرمز له بكذا أو يرمز له بالدالة الأصلية بالشكل هذا كذلك خذنا النظرية الأساسية في التفاضل والتكامل وقلنا هي عالة المحددة يعني كلها بداية ونهاية نوجدها اللي هو التكامل المحدد وطبقنا علىها بعض الأمثلة في آخر مثال عندنا الله يعطيكم العافية وتمنى لكم التوفيق والنجاح والتفوق ومبروك مقدما التخرج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 الدرس الثاني من هذه الوحدة هو الدرس الأول معنا هنا من تفسير الآيات سورة عمران 133 إلى 136 هذه الآيات بين أيديكم تم ترون في قول الله عز وجل وسارع إلى مغفرة من ربكم جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين إلى الآية رقم 136 من السورة موضوع مريد استخرج أو محدد موضوعا مناسبا لهذه الآيات موضوع مناسب يجمع هذه الآيات أقرب ما يكون عندنا ثلاثة خيارات الخيار الأول فضل الأعمال الصالحة الخيار الثاني استحباب المسارعة للطاعات الخيار الثالث وصف الجنة هذه الثلاثة خيارات أمامنا تكون موضوع لهذا الدرس موضوع الآيات فضل الأعمال الصالحة استحباب المسارعة للطاعات وصف الجنة الأنسب منها والأقرب هو استحباب المسارعة للطاعات لأن في بداية الآيات في مطلع الآيات أسارع إلى مغفرة من ربكم روايد وأحكام من الآيات الفائدة الأولى الحث على المسارعة للخيرات وتعويد النفس على الجدية في الطاعات وهذا مطلب مهم في حياة المسلم خاصة الشباب مطلب أن يعود نفسه من بداية حياته أن يبادر إلى الطاعة والله عز وجل قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم جنة عرضه السماوات والأرض الفائدة الثانية ترغيب المخطئين في طلب المغفرة من الله ما في أحد ما يخطئ ما في أحد ما تزل به القدم ما في أحد ما يعصي ما في أحد ما يذنب لكن المخرج من الخطأ والذنب والمعصية هو استغفار الله عز وجل والتوبة إليه وهذه من علامات الإيمان من علامات الإيمان من الفوائد الذنوب خطر الذنوب خطر الإصرار على الذنوب الذنوب لما يصر عليها الإنسان معنى الإصرار عليها يعني مداومة فعل الذنوب ملازمتها زمن فالإصرار عليها الإصرار على الذنوب في خطر أن الخطر الأول أنه يسجل عليه ذنوب معاصي وآثام الخطر الثاني هو أنه يستمرئ الذنوب هذه ثم كل ذنب يتبعه ذنب آخر وثتوال عليه نساء الله السلام والعائية من فوائد الآيات فضل الحلم وقضم الغيظ والعفو عن الناس احتسابا للأجر من الله عز وجل والكاظم إلى الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين يعني أن كظم الغيظ والعفو أنه إحسان إحسان إلى الخلق والله يحب المحسنين من الفوائد في قوله عز وجل جنة عرضها السماوات والأرض هنا في الآية ملحظ أنه قال جنة عرضها ذكر العرض ذكر العرض هنا ولم يذكر الطول فيه فائدة لطيفة وهي أنه مدامًا عرض الجنة عرض السماوات والأرض فكيف يكون طولها لأنه من المعلوم أن الأطوال دائما هي أطول من الأعراض لأن اسمها أطوال فهي أطول من الأعراض فالعرض أقصر طولا من الطول فمدامًا عرضها السماوات والأرض فكيف يكون طولها هذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وهذا إغراء في الآيات إغراء للمسلم أن يبادر إلى الطاعة وأن يحتسب ما عند الله عز وجل عندنا التقويم على هذه الآيات التقويم في الآية عدد من صفات المؤمنين استعرض الآيات وتعرف على ثلاث صفات من صفات المؤمنين استعرض الآيات وتعرف على ثلاث صفات من صفات المؤمنين الجواب متروك لكم تفتح الكتاب أو تفتح المصحف على الآيات تستعرض الآيات وتجد عدد الصفات التي ذكرها الله عز وجل للمؤمنين لما تعرف عدد هذه الصفات أنها من صفات المؤمنين ذكرها الله عز وجل هنا أمر مهم جدا وهو أن الشاب طالب وطالبة وكل مسلم أنه يبادر أن يتصف بهذه الصفات كلها أو يتصف بعض منها ويدرب نفسه على استكمال بقية الصفات التي جاءت في هذه الآيات وكذلك صفات المؤمنين التي جاءت في مواضيع أخرى من الكتاب أو على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدرس الثالث والوحدة الثالثة تفسير الآيات 190 إلى 195 من سورة آل عمران الآيات من قوله سبحانه وتعالى إن في خلف السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات اللي أولي الألباب إلى آخر الآية رقم 195 وهذا هو موضوع درسنا هذا من معاني الكلمات في هذه الآيات مناديا ينادي للإيمان المنادي هنا المراد به المقصود به ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان المراد بالمنادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا في قوله عز وجل ما وعدتنا على رسلك على ألسنة رسلك والله عز وجل وعد عباده المؤمنين على ألسنة رسله بثواب الدنيا وثواب الآخرة العظيم من فوائد هذه الآيات وأحكامها فضل التفكر في ملكوت السماوات والأرض وأثره في تقوية الإيمان وتثبيت اليقين التفكر في خلق السماوات والأرض كيف عظم خلق السماوات وعظم خلق الأرض وما فيها من المخلوقات وما في السماء من الأفلاك وما فيها من الكواكب وما في الأرض من الخيرات وما تحت البحار وما في البحار كل هذه لما يتأملها الإنسان ويفكر فيها كل هذا يزيد في إيمانه بلا شك وكذلك إذا تأمل الإنسان نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون هذا الخلق عظيم خلق السماوات عظيم خلق الأرض عظيم خلق النجوم والكواكب والشمس والقمر والآيات العظيمها الباهرة خلقها عظيم فالذي خلقها هو الأعظم سبحانه وبحمده لا إله إلاه وعظم خلقها ودقته دال على كمال علمه واطلاعه وحكمته لا إله إلاه وسبحانه الثناء على ذوي العقول لأن الإنسان كلما زاد عقله كان بالله أعرف وكان منه أخوف كلما زاد عقله دله على خالقه سبحانه وتعالى كلما زاد عقله دله على الهدى والرشاد كلما زاد عقله دله على البصيرة وكلما زاد عقله دله على فكاك نفسه من عقوبة ربه وإذا كمل العقل وإذا كمل العقل استدل على الخالق سبحانه وبحمده لا إله إلاه من فوائد الآيات استحباب ذكر الله عز وجل على كل حال يذكرون الله قياما وفعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلف السماوات والأرض والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه من فوائد الآيات خوف العقلاء من عذاب النار في قول عز وجل وقنا عذاب النار أيضا ابتداء الدعاء من الفوائد ابتداء الدعاء باسم الرب ووصف أربوبية لله عز وجل وهذا جاء كثيرا في هذه جاء مرات متعددة في هذه الآيات وجاء كثيرا على ألسيات الرسل من دعاء موسى ومن دعاء نوح في قوله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنة وللمؤمنين والممنات وفي دعاء موسى قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وكذلك كان سائر دعاء الأنبياء يذكرون اسم الرب وصفة الربوبية لله سبحانه وتعالى مشروعية التوسل بالأعمال الصالحة قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان يعني ربنا إننا آمن فاغفر لنا فطلبوا المغفرة من الله سبحانه وتعالى لأنه توسلوا له بأعمال صالح وهو الإيمان واتباع النبي صلى الله عليه وسلم حرص المؤمن العاقل على حسن الخاتمة وهكذا كان خيار الخلق يسألون الله حسن الخاتمة وقد قال يوسف عليه السلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأولي الأحاديث فاطر السماوات والأرض توفني مسلما وألحقني بالصالحين الوحدة الرابعة من أهدافها التعرف على سورة النساء وكذلك بيان الأثار المترتبة على اتباع الشهوات الدرس الأول في الوحدة الرابعة التعريف بسورة النساء سميت سورة النساء بهذا الاسم لورود ذكر النساء فيها بأكثر من موضع وكذلك من ما يتعلق بسورة النساء مكان نزولها سورة النساء من السور المدنية وآياتها 176 آية هي سورة المدنية وآياتها 176 آية وسبقا ذكرنا قبل ذلك الفرق التفريق بين القرآن المدني والقرآن المكي من فضيل السورة أن عمر رضي الله عنه قال تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور قال تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور لماذا؟ لأن فيها شيء من أخلاق المجتمع المسلم والمحافظة على الأعراض السلوك العام والآداب الفاضلة الكريمة التي يجب أن يتعلمها المسلمون صغارا وكبارا أبرز موضوعات السورة السورة فيها مجموعة موضوعات منها بناء المجتمع المسلم كذلك حماية حقوق اليتامة حماية حقوق المرأة كيفية قسمة المواريث حماية المجتمع المسلم من الفواحش والحث على الزواج التقويم في هذه التقدمة للسورة السؤال هنا ما ترتيب سورة النساء في السبع الطوال؟ ترتيبوا سورة النساء في السبع الطوال تفتح مصحفك تنظر إلى ترتيب السورة إما عن طريق فارس المصحف أو عن طريق النظر في أول مصحف حتى تصل إلى ترتيب السورة في السبع الطوال ليس المقصود ترتيبها في المصحف ولكن ترتيبها في السبع الطوال ترتيبها في السبع الطوال يتبع الدرس الأول معنا هنا تفسير الآيات من سورة النساء من 27 إلى 30 قوله سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة إلى قوله عز وجل ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا من فوائد واحكا من آية السابقة أولا أن الله عز وجل يرقب عباده في التوبة أن الله عز وجل يرقب عباده في التوبة ويريد أن يتوب عليهم قال الله والله يريد أن يتوب عليكم فالله عز وجل يحب من عباده أن يتوبوا إليه وأن يستغفروه وأن يعودوا إليه وأن يرجعوا إليه لكن وقد وعدهم بقبول توبتهم وعدهم الله عز وجل بقبول توبتهم والله يريد أن يتوب عليكم لكن لابد للتائب أن تكون توبته صادقة وصالحة لله عز وجل صادقة يريد بها ما عند الله يريد عفو الله ومغفرته والإنابه إليه فإن الله من فضله سبحانه وتعالى وكرمه لا يردوا التائبين وهذا تفضل منه سبحانه وبحمده أيضا من الفوائد الحذر من الذين يلهتون وراء الشهوات وكشف حقائق مقاصدهم ويريدوا الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة الذين يتبعون الشهوات يريدوا أن يميل الناس ميل ما يكفي من الميل اليسير لابد أن يكون ميل عظيم ميل عن الحق إلى الانحراف والشهوة ومعاقرة المعصية نسى الله السلام والعافية من الفوائد الفاسدين عباد الشهوات لا يقفون عند حد معين من الفساد لا يقفون عند حد معين بل يؤزون بعضهم وتؤزهم شياطين الإنس والجن إلى الزيادة من الفساد لأن الله عز وجل قد ذكر في كتابه أن الشيطان قال الله عز وجل على لسان إبليس بما كان ولو ظلنهم ولأمنينهم ولأامرنهم فلا يوتكنا آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله الشيطان وعد أنه سيقف لأهل الإيمان وأهل الصلاح بكل طريق ليصدهم عن الإيمان والهدى وكذلك أعوان الشيطان من شياطين الإنس يفعلون كذلك من فوائد الآيات وأحكامها بيان رحمة الله بعباده وحبه للتخفيف عليهم والتيسير لهم الله عز وجل يسر لعباده في التشريع ويسر لهم حتى في التوبة إلى الله إليهم سبحانه وتعالى أن يصدق العبد ويتوب إلى الله عز وجل بلسانه وبقلبه فإن الله يتوب عليه وهذا تسير من الله لعكس ما كان من العموم السابقة أن توبتهم لا تكون إلا أن يقتلوا أنفسهم لكن فضل الله عز وجل على هذه الأمة أنه من تاب تاب الله عليه سبحانه وبحمد من الفوائد الإشارة إلى ضعف الإنسان في كل أموره ولذلك الله عز وجل قال وخلق الإنسان وضعيفها ضعيف ضعف الإنسان يتضح ضعف الإنسان أول من يتضح ضعف الإنسان لذات الإنسان نفسه يتضح ضعفه لنفسه مباشرة فالغيب محجوب عنه ما يعرفه أمورها الخاصة أحيان ما يدرك ما الذي يصلح له وما الذي لا يصلح له قد يحيان يفكر ويخطط في أمر من الأمور ويتجي فيه ويسير فيه ويكون فيه ما يريد يكون فيه على نقيض وعكس ما يريد تماما وما ذاك إلا لكما لضعف الإنسان يعني عدم إدراكه لكل ما يحتاج إليه لأنه خلق كما قال الله عز وجل وخلق الإنسان وضعيف أصلا للإنسان مخلوق بضعف ومن ضعف وأيضا مرده إلى الضعف مرد الإنسان إلى الضعف من فوائد الآيات تحريم قتل المرأة نفسه تحريم قتل المرأة نفسه ابتداء أو قتل أحد من المسلمين لأن الله عز وجل هنا قال نهى أن يقتل الإنسان نفسه ونهى أن يقتل أحدا آخر فقال وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا نهى أن يقتل الإنسان نفسه ونهى أن يقتل مسلم آخر بدون حق تقويم قول الباري سبحانه وتعالى وخلق الإنسان الضعيفة تأمن هذه الآية وهذا الجزء من الآية وخلق الإنسان الضعيفة دون ملاحظاتك دون أمثلة عندك على ضعف الإنسان تذكر مثالين تجد أنك بعد ما تذكر مثالين قد يقودك المثالين إلى مثال ثالث والثالث إلى الرابع والرابع إلى خامس فحقيقة في النهاية تقف أمام هذه الآية حقيقة يعرف الإنسان حقيقة معنى هذه الآية لما يجد أن أمثلة ضعف الإنسان كثيرة جدا يعلم معنى حقيقة هذه الآية وخلق الإنسان الضعيفة فإذا علم أنه ضعيف فليعود إلى ما يتقوى به إذا علم أنه ضعيف فليعود إلى ما يتقوى به ولا قوة للإنسان من أن يركن إلى ربه ويتوكل عليه ويعتمد عليه ويدعوه ويلوذ به سبحانه وبحمد الدرس الثاني من الوحدة الرابعة تفسير الآيتين 31 و32 من سورة النساء الآية الثاني قول الله سبحانه وتعالى إن تجسنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله ببعضكم على بعض للرجال نصيبوا مما اكتسبوا وللنساء نصيبوا مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما نحدد موضوع مناسب للآيات موضوع مناسب للآيات عندنا ثلاثة خيارات الخيار الأول الترغيب باجتناب الكبائر الخيار الثاني التحذير من الحسد الخيار الثالث فضل الله عز وجل وسعة علمه الأقرب من هذه الخيارات الثلاثة الترغيب باجتناب الكبائر التحذير من الحسد فضل الله وسعة علمه الأقرب منها هو هذا الاختيار الترغيب باجتناب الكبائر هذا أنسب أن يكون موضوعا للدرس هنا عندنا فوائد وأحكام من فوائد وأحكام الآيات الحث على الإجتناب الكبائر الثنوب لآثارها السيئة على الفرد والمجتمع آثارها السيئة على الفرد واضح آثارها السيئة على المجتمع أنه كلما فعل فرد من أفراد المجتمع أو قارف مجموعة عدد أو قارف ذنوبا وآثاما واستمرها واستمرها عليها فإنه في الغالب ينضاف إليه واحد ثاني والثاني معهم ثالث وهكذا حتى تكون السيئات والمعاصي منتشرة ومتفشية في المجتمع بسبب ممارسة فرد واحد وهكذا عامة الذنوب والمعاصي فضل الله عز وجل على المؤمنين حيث يكفر عنهم الصغير إذا اجتنبوا الكبائر يكفر عنهم الصغير بالصلوات ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة هذه مكفرات للذنوب الصغير إذا اجتنبوا الكبائر وهذا فضل من ربنا جل وعلا من فوائد الآيات جاءت تسمية الذنوب سيئات كقبحها في نفسها ولأنها تسوء صاحبها تسوء صاحب الذنوب لأنه لن يفرح أحد أن يقال له أنت سارق أو أنت كذاب أو أنت عق والديك أو أنت لا تصلي يسوءه أن يتكلم الناس بذنبه فسميت سيئات من هذا الباب من فوائد الآيات بدل الأسباب الموصلة على فضل الله عز وجل والاكتساب وطلب الرزق هذه لا يبد قال الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضك ما لبعض للرجاء نصيبوا مما اكتسبوا وللنساء نصيبوا مما اكتسبوا فالإنسان يفعل أسباب الكسب وسائل الكسب فيما يتعلق بأمر الدنيا ولا يركن إلى التمني والأمنيات ونحو ذلك لا يفعل أسباب الموصلة للكسب وكذلك يفعل الأسباب الموصلة لرضى الله وطاعته فيما يتعلق بعمل الآخرة من فوائد الآيات في قوله عز وجل واسأل الله من فضله هذا حث على الدعاء دعاء سؤال الله عز وجل اسأله من فضله من فضل الدنيا والآخرة يسأل الله عز وجل من فضله من الدنيا والآخرة فإن الله عز وجل كريم غني رحيم رحمن لطيف بعباده فإذا سأل العبد ربه فليسأله من خير الدنيا والآخرة فإن فضل الله واسع ورحمته وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وبحمده التقويم عندنا التقويم هنا من خلال ما درس سابقا أي أيام الأسبوع أرجى أن يجاب فيه الدعاء بالنسبة للأيام وليس الأوقات المعلوم أنه هو يوم الجمعة الأرجى أن يكون يوم الجمعة نريد هذا هنا من باب الحث على الانتقال من تجاوز مسألة الجانب المعرفي أن نعرف أن يوم الجمعة نتكلم بهذا نقول هذا ننتقل إلى الجانب السلوكي العملي إذا مر بك يوم الجمعة أيها الطالب أيها الطالبة فأحرص حرص حرصا شديدا على أنه لا يذهب يوم الجمعة إلا وقد أودعته عملا صالحا دعاءا ذكرا قراءة للقرآن تعظيما لله وهكذا الدرس الثالث من الوحدة الرابعة تفسير الآية 36 من سورة النساء الآية قال الله سبحانه وتعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربة واليتامة والمساكين والجاري ذي القربة والجاري الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختارا فخورا من فوائد الآيات الابتداء بحق الله أن الله عز وجل ابتداء بحقه هنا قال وعبدوا الله ثم عطف بحق بحقوق الآدمية بحقوق العباد لأن حقوق العباد عظيمة يجب التخلص منها والوفاء بها الإحسان إلى الوالدين وتعظيم حقهما حيث بدأ الله بهما بعد حقه قال وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا من الفوائد الإحسان إلى القرابة وجوب صلة الرحم إحسان القرابة إخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوان والخالات وهكذا سائر القرابة الإحسان إليهم يعني واجب حسب قربهم ومن كان أبعد فإن الإحسان إليه وصلته فضيلة وفيها خير عظيم وقربه إلى الله عز وجل الإحسان إلى اليتام واليتيم هو من فقد أباه وهو دون سن البلوغ سواء من الذكر والإناث من فقد مات أبوه وهو دون سن البلوغ سواء من الذكر والإناث فإنه هو الذي يسمى يتيم والإحسان إليه بالرفق به والتلطف معه في القول والإحسان إليه بالمال وكف الأباء عنه من فوائد الآيات الإحسان إلى المساكين ممن لا يجدون ما يكفيهم المساكين هو الذي عنده مال لكنه لا يكفيه فالإحسان إليه بالمال وإن لم يكن هناك مال فالإحسان إليه بالقول الحسن من فوائد الآيات الإحسان إلى الجار القريب الجار القريب له ثلاثة حقوق حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار حق القرابة والإسلام والجوار هذا حق للجار القريب من الإحسان إلى الصاحب بالجنب هو الرفيق الملازم للإنسان مثل زميلة الذي يجلس معه ونحو ذلك أو يركب معه في سيارته أو مثل يعني من يكون زميله في عمل أو في دراسة ونحو ذلك هذا الصاحب بالجنب الإحسان يخدم ونحوه من المستضافين هؤلاء يجب الإحسان إليهم لأنهم جاءوا جاءوا حاجة شدة حاجتهم والابتعادهم عن أهلهم وذويهم في الآية قالوا وملكة أيمانكم ملك اليمين الآن لا يوجد ملك يمين موجود مستقر لكن يشابه ملك اليمين الخدم والسائقين والعمال ونحوهم فالإحسان إليهم متعين التقويم عندنا التقويم هنا تعرف على الذين أمر الله عز وجل بالإحسان إليهم في الآية الشريفة الله عز وجل ذكر أصناف من الناس أمر بالإحسان إليهم تعرف على هؤلاء وإذا عرفتهم طبعا الجواب متروك لكم استعرضها في الآية إذا عرفتهم فافعل ما أمرك الله عز وجل به في حقهم عندنا الوحدة الخامسة أيضا بتفسير آيات من سورة النساء من أهداف الوحدة يوضح معنى الأمانة ويستشعر عظم الأمانة ويذكر صورا من الأمانة الدرس الأول هو الدرس الأول من الوحدة الخامسة الآيتين 58 و 59 من سورة النساء قول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمرك من تؤد الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيذكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا واطموا الله واطموا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل من فوائد وأحكام هذه الآتين الآيتين الحث على أداء الأمانة ورعايتها وعدم التفريط فيها قال سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها من فوائدها شمول الأمانة لكل ما يؤتمن عليها المرء سواء كان ذلك لحق ربه أو حق نفسه أو حق غيره من الخلق فلأن الله عز وجل هنا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات جميع مجموع عموم الأمانات هذه جاءت بأل التي تفيد الاستغراق الأمانات التي تفيد الاستغراق يعني جنس الأمانة أن العباد مأمورون بأدائه على وجهه الصحيح وجوب العدل في الحكم وهو أساس الملك وأصل الحكم في الإسلام أنه يقوم على العدل بين الناس أيضا وجوب طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يقتضي يقتضي فهم القرآن والسنة والعمل بهما وما لم يفهم الإنسان فإنه يرجع فيه ما لا يفهم ما يحتاج إلى علمه والعمل به يرجع فيه إله العلم يدنونه ويرشدونه إلى ما يحتاج إليه من فوائد الآيات وجوب طاعة أولي الأمر وجوب طاعة أولي الأمر وأولي الأمر هم العلماء والأمراء العلماء والأمراء العلماء يبينون للناس الحق والأمراء يلزمون الناس ويحملونهم على فعل الحق وجوب رعاية الأنظمة التي تحقق مصالح المسلمين الأنظمة أي نظام يحقق مصالح المسلمين فإنه يجب على جميع مراعاته والاهتمام به وتنفيذه كما هو الرد إلى كتاب الله عز وجل عند وجود اختلاف الرد إلى كتاب الله عند الخلاف ومختضيات الإيمان فردوه لله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر التقويم عندنا التقويم هنا استخرج من الآيات ما يدل على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا من الآيات قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر هنا والأمر يقتضي الوجوب عندنا الوحدة السادسة فيها تفسير آيات من سورة المائدة من أهداف الوحدة يتعرف الطالب على سورة المائدة يذكر أمثل على الوفاء بالعهود وأن يبين حكم الصيد للمحرم وأن يدرك عظم شعائر الله عز وجل وأن يعدد ما حرمه الله عز وجل في الآية الثالثة من سورة المائدة وهنا من أهداف الوحدة السادسة نذكر معنى الحرابة وأن يوضح العقوبات المترتبة على المحارب وأن يشرح الطالب على ترى مترتبة على تحقيق الأمن الدرس الأول من الوحدة السادسة التعريف بسورة المائدة أبرز موضوعات سورة المائدة وجوب الوفاء بالعقود والمواثيق الأمر بالتعاون على البرية والتخوة والنهي عن التعاون على الإتم والعدوان بيان الحلال والحرام في الأطعمة والدبائع والصيد بيان حل دبائع أهل الكتاب وحل الزواج بإنسائهم تقريد أحكام الطهارتين الصغرى والكبرى بالماء والتراب دعوة أهل الأهواء والأمم المنحرفة إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم تقويم عندنا هنا التقويم جاء في افتتاح السورة الأمر بالوفاء بالعقود في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود هل لهذا الدلالة هذا الأمر على الافتتاح؟ نعم له دلالة؟ دلالته هنا الجواب أن سورة المائدة هي أجمع سورة القرآن التشريعي والأمر والنهي والحلال والحرام إتباع للدرس الأول تفسير الآيتين الأولى والثانية من سورة المائدة تمهيد لا بد للإنسان في حياته في هذه الحياة في علاقته مع ربه وعلاقته مع الناس من حوله وعلاقته بنفسه أن يكون له شيء من الضوابط تضبط هذه العلاقة وهذا السلوك وهذا التعامل وتضبط حتى علاقته بربه سبحانه وتعالى في عبادته واعتقاده وقد جاء كثير من هذه الضوابط في سورة المائدة ومع عرض وتفسير الآيتين الأولى والثانية من سورة المائدة معاني الكلمات في بعض الكلمات نحتاج إلى معانيها منها العقود جمع عقد وهي العودة الموثقة بين العبد وربه وبين العباد وبعضهم وأيضا لا تحل شعائر الله الإخلال بها وترك تعظيمها أي ترك تعظيم شعائر الإسلام القلايد هي جمع قلاده وما يوضع في رقبة الهدي الذي يساق الهدي بهمة الأنعام الذي يساق إلى الكعبة لإطعام البيت الحرام لإطعام فقراء الحرام لا يجرمنكم شناءان وقوم لا يحملكم بغض قوم على أن تظلموا أو تتركوا العدل اختيار وتحديد موضوع مناسب للآيات عندنا ثلاثة خيارات تعظيم العقود مع الخالق والمخلوق النهي عن إذاء المؤمنين الثالث تعظيم المسجد الحرام الخيار الأقرب من هذه الثلاثة هو الخيار هذا تعظيم العقود مع الخالق والمخلوق فوائد الآيات الفائدة الأولى وجوب الوفاء بالعقود والعهود سواء كانت مع الله سبحانه وتعالى كالقرار بتوحيده أو كانت عقد بين الإنسان وناس آخرين أيضا الوفاء بالعقود إحلال ما أحل الله وتحريم ما أحرم الله هذا من الوفاء بالعقود أيضا من الوفاء بالعقود تعظيم حرمة الحرم تعظيم حرمة الحرم من الفوائد والأحكام في الآياتين تعظيم شعائر الله وتعاليم دينه وأحكام شرعه ومنها النهي عن إحلال شعائر الله انتهاك محرم منها أو عدم القيام بالواجب منها أو التهاون في تعظيمها ومن فوائد الآيات بيان أن الإسلام جمع بين عبادة الله والتجارة والكسب فلا تضادى بين أن يعبد الإنسان ربه وأن يتكسب في الدنيا فيما أحل الله عز وجل له ولذا فإنه قال سبحانه يبتغون فضلا من ربهم ونضوانا وهم حجاج بيته فقد تبين في هذا أنه لا تضادى بين العبادة والتدين والتوجه لله سبحانه وتعالى وبين طلب الكسب الحلال التقويم هنا من خلال دراستك في ممضى ما الأشفر الحرم؟ الأشفر الحرم هي أربعة وهذا ذكرها هنا وبيانها الدرس الثاني الآيات من سورة المائدة الثلاثة ثلاثين وأربعة ثلاثين آيات الحرابة سبب نزول الآيات في قصة حصلت أن أناس من العراب جاءوا إلى المدينة ومرضوا في المدينة لما جاءوا هنا ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا خارج المدينة لإبل الصدقة يشربوا من أبوالها وألبانها فذهبوا إليها وشفوا واستقامت أمورهم ثم إنهم قتلوا الراعي وأخذوا إبل فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم وفي إثرهم فجي أبهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم لأنهم فعلوا بالراعي مثل ذلك سملوا عينيه ثم انتركهم في الشمس حتى ماتوا هذا سبب نزول الآيات معاني الكلمات في هذه الآيات تقطع يديهم وأرجلهم من خلافه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ينفو من الأرض أي يسجنوا من فوائد وأحكام الآيات عظم جريمة قطع الطريق والمخلين بالأمن لأن الله عز وجل سمى عملهم هذا محاربه الله ورسوله وفساده في الأرض خسارة من ارتكب هذه الجريمة هي أن الله سمىه محارب لله ولرسوله أيضا لا فرق في هذه الجريمة بين كونها في البلد أو داخل المدينة أو في الطرقات أو كونها الذي فعلها واحد أو أربعة أو خمسة أو نحو ذلك لا فرق كله حرابة من الفوائد أيضا حسن سياسة السلام وتشجيع المجرمين على التوبة لأنهم إذا تابوا سقط الحد عنهم كما جاء في الآيات إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه هنا من الذي يوقع هذه العقوبات وينفذها هو الإمام الذي يوقعها وينفذها هو الإمام الله عز وجل التقويم الله عز وجل سمى المحاربين سجمع المحاربين عقوبة الدنيا والآخرة دليل ذلك في الآيات في دليل في الآيات هنا الدليل هو هذا قوله عز وجل ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم خزي الدنيا وعذاب الآخرة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب نرحب بكم ونقدم لكم درسا من دروس الصف الثالث ثنوي للنظام الفصلي للفصل الدراسي الثاني لمادة اللغة العربية المستوى السادس للمسار العلمي والإداري وموضوع الدرس ومراجعة مهارات الإلقاء مازلنا أعزائي الطلاب في الوحدة الثانية وهي وحدة التواصل الشفهي وقدمنا مهارات الخطابة وكذلك مهارات بناء الخطابة واليوم نراجع مهارات الإلقاء نتمنى لكم درسا مفيدا وماتعا ونبدأ على بركة الله أهداف هذه الوحدة تحدد مفهوم الخطابة والإلقاء وتعد مقدمة جيدة لموضوعك وتستخدم أساليب عرض تثير الانتباه وتضمن الفهم تضف المتعة والجاذبية على حديثك تستخدم أساليب بليغة لأداء رسالتك تتمكن من مهارات الإلقاء الجراءة والطلاقة وسلامة الضبط وسلامة الوقفات والتنغيم وتلوين الصوت تتبع استراتيجيات مناسبة لتفعيل المستمعين ودمجهم بروح الموضوع هناك اعتقاد سائد بأنه لا حاجة إلى الاهتمام بأصول الإلقاء وفنونه وهذا الأمر سائد بين مرظم الناس على الرغم من المعاناة التي يشعر بها المتحدث قبل مواجهة الجمهور وذلك نتيجة للخوف من الفشل أمامهم وهذه أهم المفاهيم الخاطئة التي تؤدي إلى عدم الاهتمام بفنون الإلقاء وهي أن الإلقاء تلقائي وكل إنسان يعرفه كذلك أن الإلقاء لا يتطلب إلا القراءة أو الحفظ الإلقاء بسيط ولا داعي من تعلمه والإلقاء موهبة لا يمكن تعلمه هذه مفاهيم خاطئة تؤدي إلى عدم الاهتمام بفنون الإلقاء عناصر التواصل تتكون عناصر التواصل الإقناعي من ثلاثة المتحدث والرسالة والمستقبل أو المستمع الإلقاء الإلقاء مفهومه هو الطريقة التي تنطق بها الجمل والعبارات وما يصاحبها من تعبيرات جسدية وحركية تساعد على إيضاح الفكرة ونقل الانفعالات العاطفية الإلقاء هو نشاط سلوكي وكذلك نشاط نفسي النشاط السلوكي يلقي الخطيب خطبته فيراه الجمهور قبل أن يسمع إليه بمعنى أنه يستخدم لغة الإشارات أما النفسي فيتعامل به الخطيب مع الجمهور فيحس به قبل أن يستمع إليه نأتي الآن عزائي الطلاب إلى أنواع الإلقاء للإلقاء أربعة أنواع وهي الإلقاء المرتجل العفوي والإلقاء المرتجل المسبق الإعداد والإلقاء بالحفظ والإلقاء المقرون ما الفرط بين هذه الأنواع الأربعة الإلقاء المرتجل العفوي لا يعتمد على إعداد مسبق حينما يواجه الإنسان موقفاً يتطلب منه القيام بإلقاء كلمة وتأتي أشكال هذا النوع أثناء التعليق والمشاركات برأي أو بإثارة الأسئلة أثناء المحاضرات والخطب والندوات أما الإلقاء المرتجل مسبق الإعداد فيعتمد على إعداد مسبق لموضوع الخطبة يسجل الأفكار الأساسية والفرعية في نقاط موجزة ثم يدونها في كروت خاصة بعد ذلك يلقي كلمته بالرجوع إلى تلك البطاقات عند الحاجة فيضيف عليها من ذاكرته ما أعده سابقاً أيضاً الإلقاء بالحفظ بالتأكيد يعتمد على إعداد الخطيب لموضوع خطبته مسبقاً ثم يحفظها بعد ذلك يقوم بإلقائها اعتماداً على الذاكرة أما الإلقاء المقروء فيعتمد على إحضار الخطيب كلمة مكتوبة ثم يقرأها كاملة من أوراق أمام الناس وتأتي أغلب أشكال هذا الإلقاء الإلقاء المقروء في الخطبة الرسمية التي يلقيها رؤساء الدول أو مندوبوها في المؤتمرات والاجتماعات والاحتفالات أيضاً في الكلمات الترحيبية وكذلك في كلمات قراءة التقرير أثناء اجتماعات العمل ما هي مهارات الإلقاء مهارات الإلقاء الجرأة الطلاقة سلامة الوقفات التنظيم نقل العاطفة واستخدام الجسد نوضح كل مهارة على حدة فنقول الجراءة هي القدرة على مواجهة الجمهور دون خوف أو خجل أما الطلاقة فهي انسياب الألفاظ والأفكار مع فصاحة النطق وجهارة الصوت المهارة الثالثة سلامة الوقفات وهي الوقفات القصيرة في نهاية الجمل كذلك التنظيم وهو تلوين الصوت للدلالة على نوع التركيب اللغوي ما المقصود بالتركيب اللغوي هنا؟ هو المقصود الاستفهام أو التعجب أو التوكيد أو السخرية أو الأمر والنهي إلى آخر ذلك نقل العاطفة وهو تلوين طبقة الصوت ودرجته بما يعبر عن الإنفعالات العاطفية التي يعبر عنها المتحدث مثل ماذا؟ مثل الحزن والغضب والفرح والقلق إلى آخر ذلك أخيراً لغة الجسد تعبيرات الوجه الإشارات والإيماءات الوضعيات المسافة المكانية استخدام لغة الجسد مهم جداً في عملية الإلقاء وذلك لأنها تقدم عدة وظائف منها دعم الكلام اللفظي وتوضحه وتضفي عليه الشعور بالوجدان كيف ذلك؟ حركات الجسم تعد لغة غير لفظية ينقل بها المتحدث أو الخطيب أفكاره إلى الآخرين عن طريق توأمة حركات الجسم مع الكلام اللفظي أثناء الإلقاء أيضاً من وظائف استخدام لغة الجسد لغة العيون استخدم لغة العيون في مجالات عدة فالمعلم مثلاً يستخدم لغة العيون عند طلابه للتنبيه وليبعادهم عن الإنشغال عنه كذلك للتركيز على فكرة معينة والاستطلاع وإلى آخر ذلك أيضاً من وظائف لغة الجسد تشير تغييرات الوجه إلى مدى شعور الخطيب لحظة الإلقاء فالوجه البشوش ينقل ترحيب الخطيب بجمهوره وكذلك يضفي بواسطته وجدانه الداخلي على الكلمات التي يقولها أما الحزن والألم والفرح وكلمة لا أو آه تظل ناقصة في معانيها إذا لم تصاحبها تعبيرات للوجه أو حركات اليد أو اهتزازات صوتية كذلك تستخدم حركات اليد في أشكال متعددة لنقل معاني مختلفة فالرفع بإحدى اليدين إلى أعلى يشير إلى مواقع الحماس والقوة في الخطبة ويشير استخدام الأصابع إلى التنويه بالنقاط المتعددة التي ينوي سردها أو التي يحتويها الموضوع بينما يعد استخدام الإصبع الواحد السبابة إلى أعلى في مرات متكررة جلالة على التهديد والتحذير كذلك فإن الخبط على الطاولة يستخدم للتشديد على فكرة معينة والتهديد ثم الدعوة للتمسك بها أخيرا تستخدم إماءات الرأس للموافقة أو عدمها ما العوامل المؤثرة في نجاح الخطبة نجاح الخطبة يعتمد على الكفاية اللغوية والاتصالية وهي مهارات بناء الخطبة ومهارات الإلقاء كذلك الضجة وهي الضجة البيئية الإعاقة العضوية مشكلات المعنى اللغة الفنية كذلك المشكلات النحوية والالتباس التنظيمي والضجة الاجتماعية والضجة النفسية أيضا السياق السياق المادي المتعلق بالمكان والزمان التوقيت وموقع الرسالة من الرسائل في الموقف والاجتماع النفسي مكان المشاركين والمعايير الثقافية والاجتماعية السائدة درجة الرسمية في الموقف أما التغذية الراجعة من المستمعين جواب استفسار استنكار أو هزة الرأس أخيرا الخبرة المشتركة بين الطرفين في الموضوع متى تكون الخطبة ناجحة؟ إذا كان المتحدث يتمتع بقدرة جيدة في بناء الخطبة ومهارات الإلقاء كذلك إذا كان المتحدث أو إذا كان الموقف الاتصالي خاليا من الضجة وكان السياق المادي والزمني والنفسي والاجتماعي مناسب وإذا توافرت التغذية الراجعة المناسبة وتوفرت خبرة مشتركة في الموضوع بين المتحدثي والمستمع كانت الخطبة أكثر نجاحا بعد ذلك ننتقل إلى مهارات توقي استثارة المستمعين من هذه المهارات وهو الفصل افصل نفسك عن الفكرة أو الرأي وقل مثلا هذه فكرة مطروحة ولست أتبناها بالضرورة كذلك الدعم ابرز سماتك التي تنافي الفكرة أو تؤيدها فتقول إنني ضد أو إنني أؤمن أيضا طلب الإذن استأذن المستمعين للانحراف عن بعض المعايير الاجتماعية فتقول اسمحوا لهذا الاهتمام بالمستمع والتأدب والاستئذان كذلك الثقة تحدث بلهجة الواثق وقل مثلا قد تستغربون ولكنني سأقدم الدليل القاطع على ما أقول أيضا طلب تأجيل الحكم واطلب منهم تأجيل الحكم على الموضوع الذي تطرحه حتى تنتهي الفكرة أو تفرغ من الحديث أخيرا الاعتذار اعتذر بصدق عن الخطأ أو الأثر السلبي للحديث هذه الأساليب أو المهارات يمكنها أن تساعدك على تجنب غضب الجمهور إذا كنت بصدد عرض فكرة أو رأي تعتقد أن الجمهور لا يوافق عليها بعد ذلك سؤال هنا كيف تحافظ على تفاعل المستمعين عندما تتحدث في الموقف الاتصالي الإلقاء لا بد أن تحافظ على مهارة تفاعل الجمهور والمستمعين فكيف ذلك أولا الاتصال البصري وزع نظرك على المستمعين بالتساوي اتصل أطول بالأكثر انتباها والأكثر شرودا كذلك استخدم الحركات والإيماءات استخدم حركات الجسد الانحناء للأمام التقدم الانتقال تعبيرات الوجه هز الرأس لتلقي التغذية الراجعة من المستمعين أيضا الأسئلة اطرح الأسئلة لإثارة التفكير وتحفيز الانتباه ولا تنتظر إجابة من المستمعين أخيرا استخدم اسلوب المرح الطرفة أو حكاية وتبادل التعليقات مع المستمعين إن أمكن ولا تخرج عن الحدود فإنه بكانك أن تستخدم أساليب أخرى منها الوسائل والأدوات وفتح الحوار مع المستمعين وحيويتك الشخصية والهدف النهائي الذي تسعى إليه هو المحافظة على انتباه المستمعين ننتقل أعزائي الطلاب إلى تدريبات لنراجع ما سبق دراسته يعتمد على إعداد مسبق لموضوع الخطبة أي نوع من أنواع الإلقاء الذي يعتمد على إعداد مسبق لموضوع الخطبة هل هو الإلقاء المرتجل العفوي أم الإلقاء المرتجل مسبق الإعداد أم الإلقاء المقروب والإجابة هنا إعداد مسبق للموضوع هو الإلقاء المرتجل مسبق الإعداد سؤال آخر من مهارات توقي استثارة المستمعين وذكرناها قبل قليل طلب الإذن طرح الأسئلة السياق والإجابة هي طلب الإذن من العوامل المؤثرة في نجاح الخطبة هل هو الدعم؟ الحركات والإيماءات؟ الكفاية اللغوية والاتصالية متى تكون الخطبة ناجحة؟ نقول إذا كان لديك الكفاية اللغوية والاتصالية وهي مهارات بناء الخطبة ومهارات الإلقاء تلون الصوت للدلالة على نوع التركيب اللغوي قلنا التركيب اللغوي ما المقصود به؟ والاستفهام؟ وماذا أيضا؟ والتعجب والتوكيد والسخرية إلى آخر ذلك؟ هل هو الجرأة؟ أم الطلاقة؟ أم التنغيم؟ والإجابة هي التنغيم من مهارات المحافظة على تفاعل المستمعين هل هو الاتصال البصري أم السياق أم الفصل؟ والإجابة هنا هو الاتصال البصري ضع كل مهارة من مهارات الإلقاء أمام التوضيح المناسب لها الجرأة والطلاقة وسلامة الوقفات ونقل العاطفة نأتي الآن إلى الوقفات القصيرة في نهاية الجمل ماذا نسمي هذه المهارة؟ هذه المهارة تسمى ماذا؟ سلامة الوقفات القدرة على مواجهة الجمهور دون خوف وهذه نسميها الجرأة تلون الصوت أو تلون طبقة الصوت للتعبير عن الانفعالات العاطفية لاحظ هنا عن الانفعالات العاطفية وتسمى نقل العاطفة انسياب الألفاظ والأفكار مع فصاحة النطق بالتأكيد هنا الطلاقة سؤال آخر اربط العبارات التالية بالمهارة المناسبة لها لاحظ هنا الدعم والثقة والفصل وطلب الإذن هذه ماذا نسميها؟ هذه مهارات توقي استثارة المستمعين هذه عبارة تقولها تتقي استثارة وغضب الجمهور هذه فكرة مطروحة ولست أتبنها بالضرورة فأي المهارات المناسبة لها؟ نقول هنا الفصل والفصل هو أن تفصل نفسك عن الفكرة أو الرأي وتقول هذه فكرة مطروحة ولست أتبنها بالضرورة أيضا عبارة إنني ضد أو إنني أؤمن بكذا وكذا ما هي المهارة التي تتقي فيها استثارة المستمعين وتقول إنني ضد أو إنني أؤمن؟ هي ماذا طلب الدعم؟ وطلب الدعم هو أن تبرز سماتك التي تنافي الفكرة أو تؤيد ما تقوله عبارة اسمحوا لي هذه متى تستخدمها؟ لطلب الإذن وتستأذن المستمعين للإنحراف عن بعض المعايير الاجتماعية أخيرا عبارة قد تستغربون ولكني سأقدم لكم الدليل القاطع وهنا الثقة سؤال آخر ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات التالية توزيع النظر على المستمعين بالتساوي يساعد في المحافظة على تفاعل المستمعين الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ ما رأيكم؟ الإجابة هنا صحيحة توزيع النظر يساعد على المحافظة على تفاعل المستمعين سؤال آخر الإلقاء موهبة لا يمكن تعلمها هل الإلقاء فعلا عبارة عن موهبة ولا يمكن أحد أن يتعلمها؟ الإجابة خاطئة بل يمكن أن نتعلم الإلقاء بالتدريب وتعلم مهارات الإلقاء اربط العمود الأول بما يناسبه من العمود الثاني من عوامل مؤثرة في نجاح الخطبة هل هو الاتصال البصري أم التغذية الراجعة أم طلب تأجيل الحكم؟ والإجابة الصحيحة هي التغذية الراجعة تساعد في نجاح الخطبة من مهارات تقي استثارة المستمعين هل هي الاتصال البصري أم طلب تأجيل الحكم؟ والإجابة الصحيحة هو طلب تأجيل الحكم يساعد في توقي استثارة المستمعين وغضبهم أما مهارة تحافظ على تفاعل المستمعين فبالتأكيد هي مهارة الاتصال البصري سؤال آخر وقرؤ السؤال جيدا اختر الإجابات الصحيحة فيما يلي من مهارات توقي استثارة المستمعين هل هي التغذية الراجعة أم الثقة أم طلب الإذن أم السياق؟ وركزوا معي السؤال يقول اختر الإجابات الصحيحة فيما يلي هذا يعني أن هناك أكثر من إجابة صحيحة إذن ما هي المهارة التي نتقي فيها استثارة المستمعين؟ هي الثقة وطلب الإذن سؤال آخر من العوامل المؤثرة في نجاح الخطبة أيضا الإجابة هنا أكثر من خيار هل هي الضجة؟ الدعم؟ الاعتذار؟ أم السياق؟ عوامل مؤثرة وتساعد في نجاح الخطبة والإجابة هي الضجة والسياق في الختام أعزائي الطلاب أريد منك أن تسأل نفسك هل أتمتع بقدرة جيدة على الإلقاء؟ وهل أمتلك هذه المهارة؟ وكيف يمكن أن أطور قدراتي ومهاراتي في الإلقاء؟ وما الذي سأجنيه من الخجل والتردد؟ فالخجل يمنعك دائما من المشاركة في الحوارات والأحاديث مع الأهل والأصدقاء في المدرسة وخارجها في المناسبات الاجتماعية في الحفلات إلى آخر ذلك فلا تدع الخجل يمنعك من المشاركة في هذه الحوارات وتذكر دائما أنك في ميدان التعلم ويجب عليك أن تطور من قدراتك ومستواتك في مهارات الإلقاء حتى تصبح مبدعا ناجحا في الإلقاء أخيرا تعلمنا اليوم وراجعنا مهارات الإلقاء وبينا أنواع الإلقاء الأربعة وهي الإلقاء المرتجل العفوي والإلقاء المرتجل مسبق الإعداد والإلقاء بالحفظ كذلك بينا مهارات الإلقاء وهي الجرأة والطلاقة وسلامة الوقفات والتمغيم ونقل العاطفة واستخدام لغة الجسد وبينا الفرق بين كل مهارة وكذلك بينا أهمية استخدام لغة الجسد في العملية التواصلية وكذلك بينا متى تكون الخطبة ناجحة إذا كان المتحدث يتمتع بقدرة جيدة في بناء الخطبة ومهارة الإلقاء وكذلك إذا كان الموقف الاتصالي خاليا من الضجة وكان السياق المادي والزمني والنفسي والاجتماعي مناسبا وإذا توافرت التغذية الراجعة المناسبة وكذلك توافرت خبرة مشتركة في الموضوع بين المتحدث والمستمعين وأخيرا بين المستمعين أعيد واحدين ثلاثة كذلك بينا مهارات توقي استثارة المستمعين وهي الفصل والدعم وطلب الإذن وطلب تأجيل الحكم والاعتذار وأخيرا المهارات التي تحافظ فيها على تفاعل المستمعين وهي الاتصال البصري والحركات والإيماءات والأسئلة والمرح أشكر لكم حسن استماعكم دعواتي لكم بالتوفيق والنجاح قضينا معكم وقتا ماتعا إلى أن نلتقي في درس قادم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا فيصل العسيري أحييكم وخالص دعواتي لكم بمنفور الصحة والعافية لازلت معكم من خلال مادة تحية ستة في النظام الفصلي ودرسانا لهذا اليوم التنوع الحيوي وأخطار تواجه التنوع الحيوي في درس التنوع الحيوي الهداف التي نسعى لتحقيقها من خلال هذه المفاهيم تعريف التنوع الحيوي وصف أنواع التنوع الحيوي الثلاثة تفسير أهمية التنوع الحيوي وتلخيص الأهمية المباشرة وغير المباشرة للتنوع الحيوي الهداف التي نسعى لتحقيقها في درس أخطار تواجه التنوع الحيوي تقارن بين معدلات الانقراض التدريجي والانقراض الحالي تصف أخطاراً تواجه التنوع الحيوي تصف كيف يؤثر تدني أعداد النوع الواحد من المخلوقات الحية في نظام الـ BE بأكمله يأتي هذان الدرسان التنوع الحيوي وأخطار تواجه التنوع الحيوي ضمن الفصل الرابع التنوع الحيوي والمحافظة علي بالنسبة لدرس التنوع الحيوي أريدك أن تتذكر معلومتان المورث أو الجين وهو عبارة عن وحدة وظيفية تسيطر على ظهور الصفات الوراثية وتنتقل من جيل إلى آخر وهو عبارة عن شريط DNA الموجود داخل النواة والذي يحمل الصفات الوراثية من الأباء إلى الأبناء الانقراب هو موت آخر مخلوق من نوع معين في الغلاف الحيوي وفقدانه كليا من الشبكة الغذائية فبالتالي عند فقد آخر مخلوق من نوع معين يعتبر عملية انقراب قد حدثت واحدة عملية انقراب حدثت في العام 2018 حيث انقرض وحيد القرن الأفريقي الأبيض في السودان التنوع الحيوي هو تنوع الحياة في مكان ما ويحدده عدد الأنواع المختلفة الموجودة في ذلك المكان أهمية التنوع تكمن في تزويد الإنسان بالموارد جودة الغلاف الحيوي واستقرار النظام البيئي أنواع التنوع الحيوي ثلاثة أنواع الأول التنوع الوراثي والثاني تنوع الأنواع ثم تنوع النظام البيئي النوع الأول من أنواع التنوع الحيوي هو عبارة عن التنوع الوراثي وينتج من الجينات المتنوعة أو الخصائص الوراثية التي وهبها الله للجماعات اختلاف الألوان ومقاومة الأمراض أو القدرة على الشفاء من مرض معين تنتقل ضمن الصفات الوراثية كذلك القدرة على الحصول على موارد غذائية جديدة عند نفاذ القديمة والقدرة على البقاء والتكاثر جميعها هذه تعتبر من الصفات الوراثية التي تنتقل من الآباء إلى الأجيال وتنوعها ووجودها يؤدي إلى ما يسمى بالتنوع الوراثي لدينا في هذه الصورة تبين خنفسات داسوقة بعض التنوع الوراثي بسبب ألوانها المختلفة فنلاحظ رغم أنها من نفس النوع إلا أنه يوجد تباين واختلافات من ناحية الألوان الخاصة بها النوع الثاني من أنواع التنوع الحيوي هو عبارة عن تنوع الأنواع في تنوع الأنواع يقصد به هو عدد الأنواع المختلفة ونسبة تواجد كل نوع في المجتمع الحيوي وجود العديد من الأنواع في موطن بيئي معين يؤدي إلى تنوع الأنواع ويزداد التنوع كلما انتقلنا من المناطق القطبية أي القطب الشمالي والقطب الجنوبي باتجاه المناطق الاستوائية فنجد أكبر كميات التنوع موجودة في الغابات الاستوائية المطيرة في هذه الصورة التي يوجد تنوع للأنواع فنجد حمر الوحش موجودة بجانب وحيد القرن بجانب الزرافات وكذلك الأفيال هذه عبارة عن مجموعة من الأنواع موجودة في نفس البيئة فهي عبارة عن مجتمعات حيوية تتكون مجموعة من الجماعات وهذا ما يسمى بتنوع الأنواع لدينا في المملكة العربية السعودية نلاحظ من خلال هذه الرسمة الزواحف 167 نوع وأماكن انتشارها في المملكة العربية السعودية كما هو موضح في رسمة الثديات 93 نوع والطيور 400 نوع وهذا يعتبر مثال على تنوع الأنواع في المملكة العربية السعودية النوع الثالث من أنواع التنوع الحيوي هو عبارة عن تنوع النظام البيئي يتكون النظام البيئي من جماعات حيوية تتفاعل هذه الجماعات مع بعضها ومع العوامل اللاحيوية المحيطة بها وتدعم العوامل اللاحيوية أنواع معينة من المخلوقات الحية فنجد على سبيل المثال أن العوامل اللاحيوية في ألاسكا تدعم ضأم الدال والعوامل اللاحيوية في الغابات الاستوائية تدعم طائر البيرو نأتي إلى أهمية التنوع الحيوي كنا ذكرنا في البداية أن التنوع الحيوي يزود الإنسان بالموارد ويحافظ على جودة الغلاف الحيوي ويؤدي إلى استقرار النظام البيئي ويتم تحقيق هذه الأهمية من خلال القيمة الاقتصادية المباشرة للتنوع الحيوي والقيمة الاقتصادية غير مباشرة لتنوع الحيوي وكذلك القيمة العلمية والجمالية للتنوع الحيوي القيمة الاقتصادية المباشرة نجد أن الحيوان والنبات مصدر الغذاء والملابس والطاقة والعلاج الحاجة الدائمة إلى الجينات المرغوب فيها في المستقبل بسبب اعتماد الغذاء العالمي على أنواع محددة من المحاصيل ذات التنوع الوراثي المحدود فالتركيز على أنواع معينة من الأغذية أو من المحاصيل يؤدي بذلك إلى نفاذ هذه الأنواع أو انقراضها حيث أن الانقراض كما فهم ممكن ينطبق أيضا على النباتات كذلك فبذلك ممكن أن نحتفظ بالجينات المرغوب فيها ليتم الاستفادة منها في المستقبل لتكثير الأنواع التي يحتاجها الإنسان في غذاء وبشكل أساسي علماء الوراثة من خلال الهندسة الوراثية استطاعوا إنتاج أفراد قادرة على مقامة الأمراض أو حفظ صفاتها المفيدة لو انقرضت وجميع هذه تندرج تحت القيمة الاقتصادية المباشرة للتنوع الحيوي من أمثلة القيمة الاقتصادية المباشرة أخذ الدواء من شجرة الصفصاف التي يستخلص منها مادة السليسين التي يصنع منها الأسبرين الذي يعتبر كأحد أنواع المسكنات الموجودة كذلك فطر البنيسيليوم من الفطريات يستخلص منه المضاد الحيوي البنيسليين إضافة إلى ذلك من أنواع القيمة الاقتصادية المباشرة أنه يحوي نباتة توسينت جينات مقاومة للمراض الفيروسية التي تصيب نباتات الذرة فبالتالي يمكن من خلال الهندسة الوراثية الاستفادة من هذه الصفة ووضعها في الذرة فبالتالي تصبح الذرة مقاومة لهذه الأمراض الأهمية التالية لدينا هي عبارة عن القيمة الاقتصادية غير المباشرة للتنوع الحيوي تدوير المواد في الطبيعة يضمن مصادر دائمة ومتجدة المخلوقات ويقصد بتدوير المواد التي هي دورات المواد في الطبيعة التي درسناها في الفصل الأول كدورة الماء أو دورة الأكسجين ودورة الكربون ودورة ثانية أكسيد الكربون تزود النباتات الغلاف الحيوي بالأكسجين من خلال عملية البناء الضوئي طبعا وتخلصنا من ثانية أكسيد الكربون كذلك في عملية البناء الضوئي تزود الموارد الطبيعية الإنسان بالماء من خلال دورة الماء في الطبيعة الأنظمة البيئية السليمة توفر حماية من الجفاف والفيضانات وتولد تربة خصبة وصحية وتزيل السموم وتحلل الفضلات وتنظم المناخ بالنسبة للقيم الجمالية والعلمية فإنه من الصعب تقدير قيمة شيء جميل أو تقدير قيمة دراسته الممتعة والاهتمام بالقيم العلمية والجمالية يعكس طبيعة الحياة في مدينة المستقبل نيوم الذي تقع ضمن خطة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 حيث نجد أن مدينة المستقبل نيوم فيها جو ينبض بالحيوية والتنوع وبنية تحتية متطورة لا أثر فيها للتلوث كذلك فيها توفير أعلى مستويات الراحة والرفاهية إضافة إلى ذلك تعتبر هذه المدينة في المستقبل إن شاء الله تعالى الوجهة الأكفى لاستقطاب الكفاءات العلمية ننتقل إلى درسنا التالي أختار تواجه التنوع الحيوي تذكر التالي أن الشاطات البشرية تقلم التنوع الحيوي بسبب حاجة الإنسان للموارد الطبيعية من حوله للغذاء والدواء والمأوى إلى غير ذلك من الاحتياجات الرئيسية للإنسان لهذه الموارد الطبيعية ذكرنا أن الإنقراض هو عبارة عن موت آخر مخلوق منه معين في الغلاف الحيوي وفقدانه كليا من الشبكة الغذائية استحضار هذان المفهومان معنا يساعدنا إن شاء الله في الإلمان بهذه المفاهيم في درس أختار تواجه التنوع الحيوي في الحقيقة أنه فقد أي نوع من خلال الهرم البيئي قد يؤدي إلى انهيار الهرم البيئي كاملا وهذا الشيء غير مستحيل وغير مستبعد وتحدث الإنقراضات باستمرار في هذا النظام البيئي ويذكرنا فقد أي نوع من الهرم البيئي بلعبة المكعبات بحيث أنه لو سحب أي مكعب بطريقة خاطئة قد تنهار جميع هذه المكعبات الإنقراض التدريجي هو إنقراض الأنواع بشكل تدريجي له معدلات طبيعية من خلال نشاطات المخلوقات الحية وتغيرات المناخ والكوارثة الطبيعية والمقلك في الموضوع أنه زاد عن معدلاته الطبيعية المعروفة بأكثر من ألف مرة من المعدلات الطبيعية وذلك بسبب النشاطات البشرية المتزايدة معظم الإنقراض التدريجي سيكون حول خط الاستواء وذلك لغناء خط الاستواء بالتنوع حيث التنوع فيه بجميع أنواعه سواء كان تنوع النظام البيئي أو تنوع الأنواع أو تنوع الوراثي موجود فيه بكميات عالية وبالتالي سيكون الخطر موجود حول هذه المنطقة الإنقراض الجماعي يقصد به حدث تعرض فيه نسبة عالية من أنواع المخلوقات الحية جميعها للإنقراض وذلك في فترة زمنية قصيرة نسبيا آخر عملية إنقراض جماعي قبل 65 مليون سنة حصلت لآخر ديناصور مخلوقات الجزر أكثر عرضة للإنقراض وسنجيب على هذا السؤال من خلال المعلومات التالية نلاحظ في هذا الجدول عدد الإنقراضات المقدرة منذ العام 1600 ميلادية فيلاحظ الثديات والطيور الزواحف والبرمئيات الأسماك اللافقاريات والنباتات الزهرية ومعدلات الإنقراضات فيها على اليابسة وفي الجزر وفي المحيط ويعطي الإنقراضات الكلية وعدد الأنواع التقريبية في كل من الأنواع الموجودة بالإضافة إلى النسبة المؤوية للإنقراضات المجموعة الذي همنا أكثر شيء في هذا الجدول هو التركيز على منطقة الجزر لأن ذكرنا قبل قليل أن معدل الإنقراضات تكون فيها أكثر من غيرها ولاحظوا مقارنة بالليابسة وبالمحيط 51 في الثديات مقارنة بـ 30 في اليابسة وأربعة في المحيط 92 بالنسبة للطيور مقارنة بـ 21 في اليابسة وصفر في المحيط لأنه لا يوجد في المحيط طيور الزواحف 20 في الجزيرة إنقراضات مقابل واحد فقط في اليابسة البرمائيات لا توجد في الجزر أي قيمة لها الأسماك كذلك لأنها تعتبر مائية اللافقاريات لاحظ 48 مقارنة بـ 49 في اليابسة وواحد في المحيط وهذا ينقلنا إلى دراسة أو معرفة الأسباب التي تؤدي إلى أن حدوث الإنقراضات تحدث في الجزر أكثر من اليابسة والمحيطات وذلك يكون واضح من خلال العناصر التالية أولا العامل المؤثر دخول مفترس أو الإنسان النتيجة التي تحدث في المخلوقات هذه الجزر هو الموت لماذا؟ لأنه ليس لديها مهارة الهرب من هذا المفترس أو الإنسان العامل المؤثر الثاني دخول نوع غريب حامل للمرض يؤدي إلى موت المخلوقات الموجودة في الجزر وذلك لعدم القدرة على مقاومة الأمراض لأن جزء المناعة لديها ليست مهيئة لمقاومة هذا النوع من الأمراض العامل المؤثر الأخير وهو عبارة عن الأحجام الصغيرة قد يؤدي للموت وذلك لعدم القدرة على التنقل بين الجزر وتجنب الأخطار العامل التي تهدد التنوع نأخذها من خلال هذه المعلومة لاحظ أن حاجة الإنسان للموارد الطبيعية تؤدي إلى زيادة النشاطات البشرية للحصول على هذه الموارد مما ينتج عنه الإنقراض لبعض الأنواع التي يحتاجها الإنسان ويؤثر عليها من خلال نشاطاته المختلفة الموارد الطبيعية يقصد فيها كل شيء خلقه الله وأودعه في الغلاف الحيوي كالوقود الحفوري، المعادن، الوقود النووي، النباتات، الحيوانات، التربة، الماء، الهواء والشمس كل هذه تعتبر من الموارد الطبيعية العوامل التي تهدد التنوع الحيوي الاستغلال الجائر، فقدان الموطن البيئي، تجزئة الموطن البيئي، التلوث والأنواع الدخيلة الاستغلال الجائر يقصد به الاستخدام الزائد لأنواع الحية ذات القيمة الاقتصادية فالتي لها قيمة اقتصادية سواء لبيعها وبيع جلودها أو بيع لحومها يعتبر استغلالا جائرا لها وذلك بالاستخدام الزائد كما يلاحظ في الصورة التي أمامنا بدل من صيد وعل واحد تم اصطياد أكثر من وعل وهذا يعتبر استغلال جائر واستخدام زائد لهذا النوع فنجد الوعل وصراحة الانقراض بسبب الصيد الجائر للأكل ولبيع الجلد كذلك نجد أن غزال العفري مهدد بالانقراض بسبب الصيد للأكل وبيع الجلد وكذلك فقدان موطنه البيئي النمر العربي مهدد بالانقراض بسبب الصيد الجائر له ولفرائسه وكذلك فقدان الموطن البيئي أو تدميره فقدان الموطن البيئي قد يكون من خلال تدمير الموطن البيئي أو اضطراب الموطن البيئي تدمير الموطن البيئي زالت الغابات الطبيعية خصوصا لاستوائية المطيرة يؤدي إلى انقراض الكثير من الأنواع واضطراب الموطن البيئي يؤثر على النوع الذي يسمى حجر الأساس وهو المنتج الغذاء والذي يدخل الطاقة إلى النظام البيئي والذي يظهر من خلال هذه الرسمة الموجودة أمامنا فهو عبارة عن العشاب البحرية الموجودة بالإضافة إلى العوالك أو ما يسمى بالفايتو بلانكتونز التي تقوم بعمليات البناء الضوئي وإدخال الطاقة الشمسية إلى النظام البيئي تجزئة الموطن البيئي يقصد به انفصال النظام البيئي إلى أجزاء صغيرة من الأرض القطع الأصغر تدعم عدد أقل من الأنواع وتقل فرص تكاثر الأفراد مع المناطق الأخرى مما يؤثر على التنوع الوراثي فيها وزيادة أعداد الحدود مما ينتج عنه ظاهرة تسمى ظاهرة أثار الحد البيئي ظاهرة أثار الحد البيئي هي عبارة عن مجموعة الظروف البيئية المختلفة التي تظهر على طول حدود النظام البيئي نلاحظ أنها تزداد أعداد الطفليات والمفترسات عند حدود النظام البيئي والعوامل اللاحيوية على حدود النظام البيئي تكون غير مناسبة من خلال هذا الرسم التوضيحي يوضح لنا المفهوم الناتج عن عملية تجزئة النظام البيئي أو تجزئة الموطن البيئي فنلاحظ أن هذا عبارة عن موطن بيئي عبارة عن ألف متر في ألف متر تعتبر هذه رقعة مغلقة من الموطن البيئي الحد البيئي يكون في الخارج فقط وهو بهذا اللون ويكون الحد البيئي خارج منطقة النظام البيئي هنا فبالتالي عندما تحدث عملية تجزئة الموطن البيئي بأن يكسم الموطن البيئي مثلا أو يشق طريق فبالتالي يجزئ إلى أربع مناطق أصغر من المنطقة الأساسية فصل عدم انتقال الصفات الوراثية عدم عمليات التكاثر والتزاوج وتنوع الصفات الوراثية ونقل المشكلات التي تقع على الحد الخارجي إلى داخل الموطن البيئي ننتقل الآن إلى التلوث التلوث قد يكون على أحد الأشكال التالية إما التضخم الحيوي أو المطر الحمضي أو الإثراء الغذائي التضخم الحيوي هو زيادة تركيز المواد السامة في أجسام المخلوقات الحية كلما ارتفعت المستوية الغذائية في الشبكة الغذائية المواد الأخطر مادة الـ DDT والPCB وهي عبارة عن مواد سامة تنتقل في الشبكة الغذائية وتتراكم في أنسجة المخلوقات الحية في البداية استخدمت هذه المواد كمبيدات للآفات النباتية المحافظة على النباتات ولكنه وجد مع استخدامها أنها تتراكم في أنسجة المخلوقات الحية وتنتقل في أنسجة المخلوقات الحية من آكلات الأعشاب إلى المفترسات إلى الإكلات اللحوم وكذلك إلى حليبها وإلى صغارها فهي لا تتلاشى ولا تتحلل مع الوقت ولكنها تتراكم ويزيد ترفيزاتها المختلفة أثناء انتقال الغذاء في مستويات الغذائية المختلفة في الشبكة الغذائية المطر الحمضي سقوط مطر محتوي على حمض الكبريتيك والنيتريك بسبب ثاني أكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين الناتجة من حرق الوقود الحفوري فعندما يتم عملية حرق الوقود الحفوري للتذكير هو عبارة عن الغاز أو البترول أو الفحم فبالتالي أثناء عملية الاحتراق تتصاعد هذه الأكاسيد ثم تسقط مع قطرات المطر على الأرض مكونة ما يسمى بالمطر الحمضي الأضرار التي تسببها المطر الحمضي يزيل الكالسيم والبوتاسي من التربة وبالتالي ينتج عن تدمير أنسجة النبات يترصف المسطحات المائية ويؤدي لموت المخلوقات الحية الموجودة فيها الإثراء الغذائي هو عبارة عن تدفق الأسمدة وفضلات الحيوانات والمجاري والمواد الغنية بالنيتروجين والفسفور إلى الممرات المائية مثل الأنهار أو الجداول أو حتى المياه الجوفية مما يؤدي لنمو الطحالب بكثرة عندما تم الطحالب بكثرة بالذات في المسطحات المائية زي الأنهار أو البحيرات تستهلك هذه الطحالب كميات الأكسجين الموجودة خلال عملية التنفس والبناء الضوئي وتحللها وتفرس سموما تقتل هذه المخلوقات الموجودة فيها ننتقل الآن إلى الأنواع الدخيلة هي أنواع غير أصيلة أي غير محلية تنتقل لموطن بيئي جديد بقصد أو بدون قصد تكون هذه الأنواع الدخيلة مخلوقات غازية في البيئة الجديدة وذلك بسبب تكاثرها بأعداد كبيرة بسبب نقص المفترسات في البيئة الجديدة أي أنها عندما تنتقل إلى هذه البيئة لا يوجد مفترسات طبيعية لها في هذه البيئة فبالتالي تتكاثر وتزيد أعدادها وبالتالي تقضي على الغذاء الغذاء الذي تحتاجه الأنواع الأصيلة الموجودة في البيئة الأصلية من الأمثلة على ذلك نبات البروسوبوس الذي يدخل السعودية وانتشر بشكل كبير وذلك لأنه لا يحتاج إلى ماء بكميات كبيرة أخضر طول العام ينمو إلى مسافات كبيرة ويحجب الضوء عن نباتات الأصغر الموجودة فيه وبالتالي بدأ يقضي على الأنواع المحلية الموجودة لدينا مثل السدر أو السمر أو النباتات المحلية الموجودة لدينا في بيئتنا المحلية تعالوا بنا الآن إلى مجموعة من الأسئلة لمراجعة هذه المفاهيم التي مرت معنا في درس التنوع الحيوي السؤال الأول ما الذي يمثل القيمة الاقتصادية الغير مباشرة للتنوع الحيوي؟ اتفقنا أن الحماية من الفيضانات تعتبر قيمة اقتصادية غير مباشرة تكون مفيدة بالنسبة للتنوع الحيوي السؤال الثاني ما الذي يمثل القيمة الاقتصادية المباشرة للتنوع الحيوي في الفقرات التالية؟ الإجابة الصحيحة هي تنقية الغلاف الجوي من الملوثات كأن النباتي خلصنا من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء السؤال الثالث طبيعة الحياة في مدينة المستقبل نيوم تعكس أي من العناصر التالية؟ الحقيقة أنها تعكس القيمة الجمالية والعلمية للتنوع الحيوي في درس أخطار تواجه التنوع الحيوي السؤال الأول ما الموطن البيئي الذي له الفعالية الأقل نتيجة وجود الحد البيئي؟ قلنا نحد البيئي لظواهر سلبية فبالتالي الفاعلية الأقل للبيئة تكون عندما تزداد أعداد الحدود بشكل كبير فبالتالي الإجابة الصحيحة هي الشكل بيئي السؤال الثاني أي مما يلي لا يعد طريقة يفقد بها النوع موطنه البيئي؟ الحقيقة الإجابة الصحيحة هي عبارة عن الإنقراب التدريجي لأن الإنقراب التدريجي لا يؤثر على الموطن البيئي السؤال الثالث كم مرة يزيد الإنقراب التدريجي الحالي على معدل الإنقراب الطبيعي تقريبا؟ فقلنا أن الإنقراب التدريجي قد يحدث بشكل طبيعي ولكن المقلق في هذه الأيام أنه يزيد عن المعدلات الطبيعية بألف مرة تقريبا أو يزيد بهذا أصل معكم إلى نهاية درسنا لهذا اليوم التنوع الحيوي وأخطار تواجه التنوع الحيوي إلى أن ألقاكم في دروس قادمة خالص دعواتي لكم بالتوفيق وبتفوق أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا